لا يحمل التاريخ السياسي الحديث للعراق اجماعا وطنيا بشأن المناسبات والاعياد وما يمكن ان يدخل في قاموس المتفق عليه لاي امة من الامم حيث كان العهد الملكي يشهد احتفاءا بالثالث من تشرين الاول كعيد وطني لاستقلال العراق وانضمامه الى عصبة الامم لكن السلطة الانقلاب العسكري في عام الف وتسعمية وثمانية وخمسين الغت هذا الاحتفاء ليكون يوم انقلابها هو العيد الوطني ثم جاءت حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لتعيد هذا اليوم الى الواجهة بعد ان ظل مدفونا بين اثار الانقلابات وحكم العسكر لعقود طويلة فشلت اربع حكومات ملكية في محاولة تحقيق العراق لقراره السيادي الى ان نجح نوري سعيد بعد جولة مفاوضات معقدة خاضها مع البريطانيين وقادة العالم في جينيف ليسبق العرق جميع البلدان العربية كاول مندوب يدخل عصبة الامم يوصف نوري سعيد بانه عقل سياسي مدبر لانجازات كثيرة حققها العهد الملكي وصفه البريطانيون ايضا بانه يمتاز بالقوة والمرونة وهو ما افتقده العقل السياسي العراقي الذي يرتكز مرة على البطش العسكري وتارة اخرى على الميليشيا وبين السلوكين لا يوجد تنفس سياسي يمكن ان يخلق بيئة تعددية لا دماء فيها ومن هنا يقول باحثون ان تاريخ العراق كتب بالدم والدموع قبل تسعون عاما حقق العرق استقلاله وامتلك قراره السيادي قبل اشقائه العرب قفز قفزات النوعية على المستوى السياسي الموجود انذاك كذلك على صعيد الاعمار والبناء كان العرق دولة في مسار طبيعي لاي دولة لكن العرق اليوم لا يعرف من يصنع قراره السياسي يتعرض لقصف متكرر وعلني لا يخلو نظامه من ميليشيات مسلح يقوم التنافس السياسي فيه على تصورات طائفية ليس لها علاقة بمفهوم الدولة الحديثة كانت الحركات الوطنية ومن ساهمت بنهضة العراق تحلم بان يكبر مسار الدولة منذ اعلان الاستقلال لكنه مسار انقلب الى تدخم السلطة دائما على حساب الدولة قوة الاشخاص على حساب قوة المؤسسة تغليب مصلحة دول الجوار على حساب مصلحة العراق اما نور السعيد الذي نجح باعلان العراق كاول بلد عربي مستقل تعرض الى نهاية لا تكتب لصانعي الانجاز لقد سحلت جثته وقطعت وربما هذا اشارة يضع باحثنا اهمية لها في التاريخ السياسي العراقي الذي لا زال يتمثل باشكال تعبيرية مختلفة